يجهز حقيبته استعدادا للسفر وأي سفر؟ إنها رحلة العمر التي عمل لها منذ ثلاثين سنة فور ظهور اسمه ضمن قائمة الحجاج تغير عم أحمد جذريا فالاستعداد لهذه السفرية يتطلب تحذيرا نفسيا وروحيا وماليا أيضا اشترى لباس الإحرام كما قام باستخراج كل الوثائق الإدارية المطلوبة بل دفع تكلفة الحج كذلك ليريده اتصال من البلدية يخبره بكل بساطة عم بوستة عذرا لن تحج هذا العام لقد حدث خطأ تقني رمشة المير العين قال لك ما تروحوا شيء قال لك الميكرو غلط ليلة البرمي مي يعيطونا يقولوا لنا غدوة المير يستحقهم الواحو المير يستقبلنا يقولنا يودي الله غالب بصرعة غلطة في الكمبيوتر والله غالب ما تروحوش في ثمليا هذا الإجراء هذا اللي راه هذا أنا حطه عند بالنسبة لي كأنه جرم هذا راه ما فيه لا إنسانية ولا طبيعة ولا أي حاج هذا كان كتلونا خير قبل أشهر فقط فجع بوفاة زوجته وهي التي كانت سترافقه إلى البقاع المقدسة 30 سنة هو المرقب الحج تمنيت الروح ناوي الحج مكتب شربي فعوضتها ابنته وزوجها مرافقين له ليأتي الخبر الصدمة ويفاقم من حزنه سمعنا بلي كين بلي إجراءات بلي كي توفى واحد من العائلة يقدر واحد من الأقارب التوحايروح أنا كانت الزوجة التاعية يعني جاهزة باش تروح قدمنا الميلف البلدية البلدية طلعوا الميلف للولاية الولاية طلعوا الداخلية وعطونا الموفاقات بلي الزوجة التاعية تروح مع الأبتاحة وهي لك شهادة نجاحة أعطها لهم الرئيس البلدية خطأ إداري تسبب فيه موظف كنا قادرين نكملوا في الخطأ هذا خطر الخري مكان وش عارفين بلي مراحين ثمانية هذو بصحنا حقوق الناس هذي عودنا رجل إلى حقوق الناس والسيدة اللي دال الخطأ تعقب كي هو كي رئيس المكتب بتاعه وإن شاء الله رجلنا حقوق الناس حنا ما تلاعب ناس ولا لا يسترحج والناس نطلب منهم منا وش نقولهم سرى خطأ وراموا على بلهم باللي هما مام هما معارفين باللي في كلاس موما هما والناس هذول مراحين قبلهم خذت جاورينهم ليليس ورينهم لأخر عارفين باللي الناس هذول وقبلهم خمنت لينا شت المشاعر تعنا شت الظروف اللي أنا عايشينها أنا في مرحلة مرتعة ثلثيام في حياتي ما حكمتش لفراش عميب ستة وسبعة حجاج آخرين عفوا بل سبعة مقصيين بذريعة خطأ يتحمله الحاسوب كلهم ناشد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التدخل نطلب من سيد الغيس يشوف لينا ويعاوننا في ذا الأمر وإن شاء الله هل روحوا للحجو ثمانيا سيد الرئيس ثمانيا أطونا قالي باسفا وخلونا نروحوا يا سيد الرئيس رانا تكلين على ربي وعلك قلنا حتى آمل قلنا آمل وهو الرئيس الجمهورية أيام معدودات تفصلنا عن أول رحلة إلى البقاع المقدسة يتمنى عم أحمد وشركاؤه في المحنة أن يكونوا من ضيوف الرحمن هذا العام فمن يكفكف دموع عم أحمد سيد الرئيس الجمهورية يسوبر 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 ترجمة نانسي قنقر